مساء الخير، نهار اليوم كانت الأجواء باردة وهطلت زخات من الأمطار على أجزاء متفرقة من شمال ووسط المملكة وبلغت العظمى في عمان 13 درجة مئوية من خلال صور الأخمار الصناعية نلاحظ ظهور كميات من السحب على ارتفاعات مختلفة في سماء المملكة وتشكل منخفض جوي يتوقع خلال الـ 24 ساعة القادمة أن يؤثر على أجزاء مختلفة من المملكة أما من خلال خرائط الأمطار نلاحظ تأثر المملكة اعتباراً من الليلة بمنخفض جوي من الدرجة الثانية بحيث تحطل زخات من الأمطار مع ساعات ما بعد منتصف ليلة الجمعة والسبت هذه الليلة بتكون الأجواء باردة وغائمة وتقترب درجات الحرارة من الصفر المئوي أقصى شرق المملكة وبتوصل درجة الحرارة إلى 7 درجات ورطوبة 99 غداً منخفض جوي من الدرجة الثانية يؤثر على المملكة والأجواء باردة ورطبة مع زخات من الأمطار بأجزاء مختلفة من المملكة وبتوصل درجة الحرارة بنهار 9 وتنخفض بالليل إلى 6 درجات يومي الأحد والاثنين استمرار المنخفض الجوي وأجواء باردة مع زخات من الأمطار ورياح نشطة وتوصل درجة الحرارة بنهار 8 وبالليل بتنخفض لأربع درجات مننتقل لدرجات الحرارة الدنيا لهذه الليلة والعظمى اليومي غد في باقي مناطق المملكة إربد الليلة 5 وغداً 12 عجلون احتمال تساقط أمطار 8 وغداً 10 المفرق الليلة 4 وغداً 12 جرش الليلة 6 وغداً 11 درجة الصلط الليلة 9 وغداً 10 زرقاء 6 وغداً أجواء غالباً مشمس 12 مطر ملكة علياء 5 وغداً 13 البحر الميت الليلة 13 وغداً 17 درجة مادبة 8 وغداً 12 الكرك 6 وغداً 10 الطفيلة أجواء غالباً صافية 7 وغداً 11 جبال الشراح 6 وغداً 11 درجة مئوية البطرة الليلة 6 وغداً 11 معان رياح نشطة 5 وغداً 12 وادي رم 8 وغداً 14 العقبة الليلة 14 وغداً 20 درجة إذن ملخص الحالة الجوية منخفض جوي من الدرجة الثانية زخات أمطار وضباب ورياح نشطة أحياناً أما التحذيرات الجوية نحذر من تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب فوق المرتفعات الجبلية نحذر من الانزلاق على الطرقات بفعل هطول الأمطار واستخدام وسائل التدفئة بشكل آمن إذن ملخص الأحوال الجوية المتوقعة خلال الأسبوع القادم كتلة هوائية شديدة البرودة من أصل قطبي متوقع أن تؤثر على المملكة يوم الثلاثاء القادم درجات حرارة تلامس الصفر المئوي في السهول الشرقية والبادية ومرتفعات الجنوب العالية زخات من الأمطار تكون على شكل زخات من البرد فوق المرتفعات الجبلية العالية وزخات من الثلوج متوقعة على المرتفعات الجنوبية العالية بتمنى السلامة للجميع وصلنا لنهاية النشرة عودة لغادة شكرا جزيلا مريم